بعد تحرير السلطات الأذربيجانية إقليم قرباغ من الاحتلال الأرميني بدأ هؤلاء النازحون بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها قبل سنوات طويلة حملة لإعادة مهجري الإقليم من الأذربيجانيين تطلق عليها باكو العودة الكبرى وتهدف إلى إعادة مئات ألاف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة الإقليم قبل نحو ثلاثة عقود كرباغ هي قرة عين أذربيجان مجرد وضع أقدام على هذه الأرض يمثل فخرا لكل أذربيجاني نحن سعداء جدا ندعو بالرحمة لكل شهدائنا السلطات الأذربيجانية بدأت باستقبال دفعة أولى تضم نحو ستين شخصا في قرية أغالي التي عادت الحكومة بناءها وفق مفهوم القرية الذكية وباستخدام مصادر الطاقة البديلة ونظام التدفئة البيئية وأنظمة الإضاءة الذكية تمكنت الحكومة من بناء مئتي منزل ومدرسة بقدرة استيعابية تصل إلى ثلاثمائة وستين طالبا وروضة أطفال تتسع لستين طفلا ومركز صحي ومتاجر كما خصصت أيضا مساحات زراعية للعائلات التي تستقر في أغالي ومن المتوقع أن تعود إحدى وثلاثين عائلة أخرى إلى أغالي خلال الإسبوع الجاري ليرتفع بذلك عدد الأسر العائدة إلى إحدى وأربعين في المرحلة الأولى أخيرا استطعنا العودة هذا المكان عزيز علينا جدا لا أستطيع وصف سعادتي بالكلمات تم بناء قريتنا في وقت قياسي وتعهدت باكو بإنفاق مليارات الدولارات من العائدة النفطية على مشاريع إعادة إعمار في قرباغ ومناطق مجاورة أخرى استعادت السيطرة عليها ورصدت مليارا وثلاثمائة مليون دولار من ميزانية العام الماضي لمشاريع بنا تحتية مثل طرق وجسور ومطارات جديدة في المنطقة لكن عودة الأهالي على نطاق واسع لا تزال بعيدة المنال نظرا لحجم الدمار وخطر الألغام التي خلفتها سنوات الاحتلال الأرميني للإقليم